في ظل هذه الحرب المستمرة على قطاع غزة افترش الفلسطينيون هنا في الساحة الخلفية لمجمع ناصر الطبي خياما جلسوا فيها هذه الخيام لا تقي أبدا البردة ولا تقي الأمطار التي تطهاطل بين فينة وأخرى هذه الظروف المعيشية الصعبة نرصدها وإياكم كاميرا رؤية الآن ستدخل في معايشة مع إحدى العائلات الفلسطينية التي صنعت خيمة هنا من القماش وهذه الخيمة بكل تأكيد ليست مهيئة لاستقبال فصل الشتاء هي خيمة بالتأكيد طبعا للاستجمام على البحر ولكن في مثل هذه الظروف هم يحاولون تدبر أمورهم يا ساتر هنا في هذا المكان يتواجد العم أبو يزن يعني بدي توصف لي الحالة كم يوم الكمهان كيف الوضع في الخيمة شهر هان تقريبا نزحنا طبعا نحنا من الشمال وجينا قعدنا هنا على مستشفى ناصر هنا بالخيمة هذه والخيمة هذه طبعا بتسيل مية وهي كنت زي ما انت شايف كيف رحلين جوا الخيام وطبعا نحنا الفراش تملأ عندنا مية وفي ناس أهل الحلال هنا يعطونا الفراش منتغطى فيه يعني هذولا والله مصرس ده محمد وانت شاف العيشة فيش أكل فيش ولا شرب ولا فيه لبس للأولاد ولا أي حاجة والوضع سيء جدا 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 يعني عم أبو يزن بدي تيجي معي ناخد جولة نشوف لصغار هدول كيف نيمين وين نيمين يعني كما نرصد وإياكم مشاهدينا الكرام يحاول أبو يزن هنا سد الفراغات التي من الممكن أن تدخل منها المياه كم طفل عندك؟ أنا عندي قلت إحنا كنا هان ستة نفار طيب إنت هان شاعر بالأمان بعيدا عننا لا، عصو ما فيش أكل أنا مش قادر أسويهم أي حاجة لأولاد يعني أتوي يعني مقابل شوية بدأت كاتلنا وياه بدأت كاتلنا ومرتي بتجيبوا أكل ونجيب أنا مش بغزة روح أجيب أدام من دكانة ولا من حد يعني إحنا بحرب طيب خالتي ميزن إذا بتسمحي لنا يعني نحكي معك في الظروف يعني هاي الظروف أكيد مش الظروف اللي بتلائم أي ست بيت إنها يتوفر من خلالها لأهلها طبعا الأكل الآن أطفالك هان كيف ببيتوا ليلتهم؟ أكل عافية البنة نمت بالجوع ما أكلتش والله العظيم النامطي بتعيط رحت قلت لها جيبي ماما من عند الشجارة يعني خبزة فيش عندهم من ناس كانت الناس هان تخبز على ورق فيش اليوم كرتون يخبزوا عليه بعدين يعني إيش أوريك أوريك إيش لابسة نوسكم فيش عندهم لبس يلبسوه إحنا هان بنموت من ماء من العطش من الجوع من البرد يعني إذا ما متناش من اليهود حنموت من الفقر اللي إحنا فيه والبرد اللي إحنا فيه إحنا هان يعني العيشة صعبة شايف كيف المكان إحنا هان نايمين على الرمل يعني قرف مرض اللي أولاد هان كلهم مرضين جرسيهم وبعدين إحنا فيش ملناش بيت فيش إنه مقوى فيش إنه مكان فيش هادة حنا وقف معانا فيش هادة حاسس فينا يعني هذول أطفال إززن بهم هذول الله لوقتيش يعني بيتكوا راح يام يزن؟ إحنا مستأجرين بيت وراح البيت يعني لو صار ما صار فيش إنه مكان نرجع فيه حنظرنا في الشارع نفس المكان هذا يعني من ومن بدنا نروحهم بدنا نيجي ملناش مكان ما بتقدروا توفروا الأكل أو المية؟ ولا إشي مين بدي يعطيك توفر أكل ومية؟ فيش حدا بيجي ما فيش حدا حاسس فينا ما حاش حدا معتبر فينا يعني كان قبل أسبوعين واحد يحين عليك بصح الرز اللي مننا سبوع ونص ما حدا بيجيب لك صح الرز تاكله هان فيش ما حدا محس فيك وجوز بعدين مريض ما بقدرش يقل فيش طوب فيش مخابز المخابز سكرت من أسبوعين طب أبو يزن يعني كيف كان شغله قبل هذا؟ كان يعني يشتغل يومية ولا عامل؟ ولا يشتغل ولا يوميا زي ما انت جاي شايفك بالدايا كله عدين إذن هي صورة الوضع هنا سيما وأننا نتحدث عن عائلة فلسطينية كبقية العائلات التي لم تجد ملاذا تذهب إليه ويعتبر هذا المكان أو هذه الخيمة هي الملاذ الأخير لعائلة أبو يزن وهو نموذج لبقية العائلات التي نزحت وتواجدت داخل الخيام ووسط ظروف إنسانية صعبة لغاية الأطفال هنا ينامون ويبتون ليلتهم دون أن يأكلوا أو يأكلوا عفواً ودون أن يرتدوا أي شيء يقيهم هذا البرد القارس وكذلك من الممكن أيضا أن نصف هذا المشهد بأنه مأساوي للغاية خاصة وأن هؤلاء الأطفال وفق شهادات ذويهم هم مصابون بالأمراض الفيروسية المعدية في مثل هذه الأوقات الباردة مع بدء دخول الأمطار إلى قطع غزة غزة العلول رؤيا قطع غزة